السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهل وأحبابي مرحبا بكم في هذه الليلة الميمونة المباركة وأسأل الله عز وجل الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الأخيرة مع سيد الدعاة المصطفى إنه ولي ذلك والقادر عليه حالي درس النهاردة رقم 29 فضلنا درس النهاردة وبكرة واس ونرقاكم على خير إن شاء الله يعني وأسأل الله عز وجل إن ربنا يبارك في هذه الجلسات المباركة ويجعلها في موازين حسناتنا أجمعين هنتكلم نهاردة إن شاء الله عن علو ونهم في محبة الملك جل جلال يقوله جل وعلا ومن الناس من يتخذوا من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله لكن المؤمنين بقى والذين آمنوا أشدوا حبا لله الله عمرك في حياتك أخوي وحبيبي وأخت الفاضلة عمركم سبتم معصية من أجل الله عمركم فكرتم تعملوا أي حاجة تقربكم من ربنا عمركم فكرتم أنتم تقدموا أي حاجة لخدمة دين الله سبحانه وتعالى إن تصدق الله يصدق النبي صلى الله عليه وسلم يقوله كما في الصحيحين ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أول حاجة أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سوهما إن ما فيش حد في قلبك أغلى من ربنا ما فيش حد في قلبك أغلى من نبينا صلى الله عليه وآله وسلم تعالوا نعيش في رحاب المحبين اللي أخلصوا في حبهم لله سبحانه وتعالى عشان نتعلم كيف نحب الله عز وجل حبا يليك بجلاله وكماله حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم كان يدعو دائما كما عند أحمد والتلمذي بسلد صحيح شوف الدعاء الجميل الرقيق ما شاء الله اللهم إني أسألك حبك وحب من أحبك وحب كل عمل يقربني إلى حبك يا الله وكان الحبيب صلى الله عليه وسلم يصلي كما عند البخاري يصلي حتى تتورم قدمه فتسأله منعيش يا رسول الله أنت تفعل بنفسك هكذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فيقول يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا يا الله وحبيبك صلى الله عليه وسلم لما راح الطائف على رجليه المتعبتين أكتر من تسعين كيلو متر ماشيهم على رجليه عشان يقول لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحه ورغم ذلك رفضوا دعوة النبي وآذوا النبي وضربوا النبي ونزف الدماء النبي صلى الله عليه وسلم ودخل لحائط لبني شيبة وقال دعاء الجميل المؤثر جدا وأن كان ضعاف بعض أهل العلم لكن كان من ضمن الكلمات الجميلة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء كان يقول إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي يعني أنا أدعو إليك يا رب وهفضل أدعو إليك ولو تأزيت أو انضربت أو حتى تأتلت أنا ما يهمنيش كل دوت بس المهم من أنه تطمن أن أنت منتش غضبان علي إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي حبيبنا صلى الله عليه وسلم أعظم من أحب ربه جل وعلا هو حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم ويفضل الحب موصول لحد آخر لحظة في حياته ويدخل عليه جبريل عليه السلام حتى يخيره بين مفاتيح الدنيا وكنوزها وبين الخلد فيها ثم الجنة وبين لقاء الله الآن ثم الجنة فيختار النبي صلى الله عليه وسلم لقاء الله عز وجل ثم الجنة ويقول بل الرفيق الأعلى بل الرفيق الأعلى كما ثبت عند البخاري وقال في الارواية الأخرى مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين هكذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم لقاء ربه جل وعلا فهو القائل كما عند البخاري من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه دائما أنت تحب ربك جل وعلا وتعلم أن المودة هو الفيصل بينك وبين لقاء الله ولذلك كان أحد الثلاث يقول ابنه يا ابني أتحب الله قال أجل قال أتحب لقاء الله قال أجل قال إذن فأحب الموت فإنه ليس بينك وبين لقاء الله إلا أن تموت فتلقاه يا الله لذلك سيدنا بلال تلميز النبي على السلام هو على فراش الموت وزوجته حزنانة طبعا زوجها بلال حبيبة فكانت تقول وَا حُزْنَاهُ وَا حُزْنَاهُ وَا حُزْنَاهُ وَهُوَ يَبْكِي مِنْ شِدَّةَ الْفَرَحَ وَيَكُولُ بَلْ وَا فَرَحَهُ وَا فَرَحَهُ وَا فَرَحَهُ أنت بالك تير فيين زائر مغب وحبيب جاء على فاقة لا أفلح من ندم وعايز أذكر مثال جميل جدا بحب أذكره دايما في الحديث عن محبة العبد لربه جل وعلا مثال مؤثر جدا جدا في يوم غزمة أحد قبل الغزمة تبدأ اجتمع عبد الله بن جحش وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما فقال عبد الله يا سعد ترى ما نحن فيه الآن نحن خلاص دخلين دلات نجاك في سبيل الله ولعل عسنة اترن وانت يعني ألا نتمنى على الله عز وجل عسى الله عز وجل أن يستجيب لن قال أجل فقال عبد الله تمنى على الله يا سعد فقال سعد بن أبي وقاص اللهم إني أسألك أن تلقني اليوم رجلا شديدا حرضه شديدا بأسه قوي جدا أقاتله فيك فأقتله ثم أخذ سلبه سلب بتاعه السيف والدرع والحد كله ثم تلقني رجل آخر شديدا حرضه شديدا بأسه أقاتله فيك فأقتله إلى أن قال في المرة الخامسة ثم تلقني رجلا شديدا حرضه شديدا بأسه أقاتله فيك فيقترني ثم نظر إلى عبد الله بن جحش وقال تمنى على الله يا عبد الله فقال عبد الله بن جحش واسمع بقى الكلمات الجميلة المؤثرة ديت قال أما أنا فاللهم إني أسألك أن تلقني اليوم رجلا شديدا حرضه شديدا بأسه أقاتله فيك ومش أقدر أصبر نفس شوفك نفس ألقاق أقاتله فيك فيقترني ثم لا يكتفي بذلك بل يجدع أنفي ويقطع أذني ويفقأ عيني ويبقر بطني فإذا لقيتك يوم القيامة وكرت لي فيما كان ذلك يا عبد الله أقول من أجلك فتقول صدقت يقول سعد بن أبو قصف لما انتهت الغزوة مررت بعبد الله بن جحش فوجدته مقتولا بنفس القتلة التي اختارها وقد بقرت بطنه وجدع أمثه وقطعت أذنه وفقأت عينيه فقلت صدق الله فصدقاه الله جل وعلا وعايزة كلكم مثال مؤثر جدا جدا يعني من الأمثلة التي أنا متأثر بها جدا عند ذكرها عبد الله بن حذافة السهمية رضي الله عنه وارضاه أرسل عمر الخطاب جيشا على مشارف قيسرية فأصره ملك الروم هو مجموع من أصحابه ملك الروم عايز يعرف إيه السر اللي بيخلل الصحابة بيتغلبوا على كل الجيوش في الغالب يعني كان إيه اللي بيحصل فقال حطوهم عندي في السجن ورأبوهم وشوفوا أحوالهم وهاتولي أعبد واحد فيهم أكثر راح فيهم بيعبد ربنا فرقبوا أحوالهم فوجدوا أعبد رجل منهم هو عبد الله بن حذافة فجيء به إلى ملك الروم واسمع معاه بأخي الحبيب واخت الفاضلة ماذا صنع عبد الله بن حذافة مع ملك الروم ملك الروم كانت الكرة الأرضية في الوقت ده متأسمة ما بين فرصة الروم ده أخذ نص ده أخذ نص فملك الروم بيقول عبد الله بن حذافة أريد أن أعرض عليك أمرا خبالك بقى مساومة يعني فقال عبد الله بن حذافة ما هو قال أعرض عليك أنت تنصر تدخل في النصرانية وأعطيك نصف ملك يعني مش هديك بقى أسرع النيل ولا عربية شبح لا ده أنا هديك ربع لكل الأرضين وأعطيك نصف ملك فتبسم عبد الله بن حذافة تبسم الوافق في موعود ربي وقال ملكك والله لا ملكك ولا ملك العرب والعجم ولا ملك آبائك وأجدادك يساوي عندي جناح بعوضة هيهات هيهات فالملك الروم قال طب نزاود في المساومة قال أشاطرك ملكي أديك نصف ملكي وأزوجك ابنتي يعني ببلد كده أديك الملك كله فقال له والله لو أعطيتني ملكك وملك العرب والعجم على أن أترك دين محمد صلى الله عليه وسلم مطرف فتعيني ما فعلت يعني قلت له خد الملك ده كله وكفر ربع دقيقة مش عمله فالرجل لقى يعني نفسه قدام صحابي يعني ما شاء الله سابت وجليل يعني فقال طب خلص حضروا لي يعني أصلبوه على خشب كده فصلبوه على الخشب كده يعني حطوه في المكان ده وجاب واحد مهر بالرمي السهام قال له رمي السهام حوالين رئابته وديه ورجله وبطنه بس ما تعوروش فبدأ ارمي السهام عليه سهام يترشي جنب الأبت وفقرص وبين رجله وجنب إيديه وشاف إيه وقال له ها أتتنصر يقول له لا هايهات هايهات أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم شوف حب ربنا دي ثابت لحد إيه فسبحان الله فقال نزلوه فقال لهم أعدوا قدرا من الزيت المغلي فأعدوا قدرا كبيرا من الزيت المغلي وأتي باثنين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وترموا في الإدر قدام عبدالله بن حزاف أول منزل فصلت اللحوم عن العظام وطفت الجماجم على سطح الزيت فقال العبدالله بن حزافة تتنصر قال لا قال ألقوا بيه في الزيت خد عبدالله بن حزافة وتخير معي حضرتك المشهد العجيب ده وراحين يرموه في الزيت ده زيت مغلي فلسه يرموه في بك فأمالي الملك قاله إنه بك قال له ردوه علي أكيد هو خلاص رجع في كلامه قال له ها أتتنصر قال لا قال إذن فعلام البكاء إيه اللي خالك تبكي؟ قال أبكي لأنني لا أمتلك إلا نفسا واحدة تعذب في سبيل الله وكنت أود أن أمتلك أنفسا بعدد شعر رأسي تعذب في سبيل الله جل وعلا والله العظيم أنا ما لقى كلام علق بها الكلام ده موقف عجيب فملك روم زيتقوله كده يعني حس إن الرجل ده خسرت قتل فقال طيب حطوه في السجن وهاتوا المستشارين بتواني نعمل فيه الرجل ده قالوا له ده شاب صغير ونفارق ده لقتي زوجته وبقى له أربع شهور هاتلوا ملكة جمال الروم وخليها تخش عليه يفعل بقى الفحشة ونفتنه إيه رأيه؟ قال له ماشي جابوا ملكة جمال الروم وأدخلوها على عبد الله بن حدافة في الزنزانة وقفوا له حرص مخصوص عشان يحملوا ويأمنوا للمكان حتى يفعل الفحشة في أكتر من كده فدخلت عليه وتجردت من ملابسها بعد تجردها من الإيمان ولا ذنب بعد كفر فدخلت وبدأت ترتمي في أحضان عبد الله بن حدافة وهو يرتمي بعيدا عنها يمنة ويسرة ويقول معاذ الله معاذ الله وهو زوج وترك زوجته منذ أربعة أشهر ولا أحد يرى أبدا إلا الله سبحانه وتعالى شفت دين محبته لله ومرقابته لله سبحانه وتعالى وهذا أمر ملكي بأمر ملك الروم أن تفعل الفحشة مع هذه المرأة بالإضافة أنها ملكة جمال الروم خيل فيرتمي يمنة ويسرة فيئست منه المرأة فطرقت على الباب ففتح نقلة الأخبار السجنين قالوا ما الخطب وما الحدث ها حصل إيه قالت والله ما أدري أأدخلتموني على بشر أم على حجر ووالله ما يدري هو أأنثى أنا أم ذكر يا الله تتحطم إغراءات الشهوة على أول صخرة من سخور الإيمان ثم يأمر ملك الروم وده كان آخر حيلة عملها مع عبد الله بن حزافة بأنهم يجوعوا لمدة ثلاثة أيام ويحطوا معها خمرة ولحم خنزير ففتحوا عليه بعد ثلاثة أيام ورأوا لعجب العجاب وجدوا الخمرة كما هو ووجدوا لحم الخنزير كما هو ووجدوا عبد الله بن حزافة فقد انثنى عنكه وقد أشرف على الموت فقالوا ما الذي منعك أن تأكل لحم الخنزير وأن تشرب الخمر وأنت الآن في السجن قال أما إن الضرورة قد أحلت لي في تلك الساعة أن أكل لحم الخنزير وأن أشرب من الخمر ولكني والله كارهت أن أشمت أعداء الإسلام بالإسلام وأهلي الله ما تجد نرفع الشعر ده الأخت اللي لبست حجاب وبعدين خلعته مرة تانية التي جعلت أعداء الإسلام يشمتون بالإسلام وأهلي ما ترجع تاني تلبس حجابها والأخت اللي أصلا ماشي بغير حجاب وبتشمت أعداء الإسلام بالإسلام وأهلي ما تلبس حجاب والأخ اللي ما بيصليش وما بيطعش أمه وأبوه وبيأزي جرانه وما بيحسنش إلى الناس ما أنت كده بتشمت الأعداء الإسلام بالإسلام وأهلي ما تيجي تصلي وتبر أمك وأبوك وتحصل إلى الجيران وتصد الرحم حتى تنصر الإسلام والمسلمين فملك الروم فملك الروم راح نظر لعبد الله بن حذفة وقال أريد أن أطلق صراحك ولكن لن أطلق صراحك حتى تقبل رأسي لكن الصحابة مش عايشين لنفسهما جماعة قال أقبل رأسك على أن تطلق صراحي وصراح إخواني قال أجل فقبل عبد الله بن حذفة رأس ملك الروم فأطلق صراحه وصراح كل إخواني فلما قدموا المدينة قام صحابي وابتدر عمر بن خطاب وحكى له ما حدث فبكى عمر بن خطاب واقترب من عبد الله بن حذفة وقبل رأسه وقال حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذفة رجى الله عنه وارضاه شامة في جبين التاريخ سطر هذه الصفحة على جبين التاريخ بسطور من النور الله هم دول سلفنا يا جماعة اللي بنعتز بيهم الناس النهاردة ده في الشرق والغرب بيدوروا على ربع معشار واحد من هؤلاء الكرام علشان بس يكرروا وماش عندهمش حد خالص فهم إزاي إنما إحنا عندنا أجيال وأجيال وأجيال دينا مليء بالرجال العظماء الذين سطروا على جبين التاريخ سطورا من النور لو ازداد حبك لله كل يوم بعد يوم انظر إلى نعم ربنا جل وعلا عليك وفي أنفسهم وفي أنفسكم أفلا تبصرون يا الله بص لنفسك بس بص لنعمة العين اللي فيها خمس تلف عدسة عدسات خاصة بالتقريب وبالتبعيد وبالنور وبالضلمة وبالألوان وكل هذه لو عدسة واحدة اختلت يحدث عنك خلل في النظر إما كسر نظر أو بعض نظر أو غير ذلك أو لا تميز بين الألوان نعمة من عند ربنا سبحانه وتعالى ألبك بينبط في السنة 42 مليون نبضة أنت لا تملك منها نبضة واحدة فكل قطر الدم كل قطر كل قطر كل قطر ماء وصلت فتحولت إلى دم فجاءت هذه القطرة وضخها القلب إلى العين فنظرت بها إلى الحرام ستسأل عنها وكل قطر الدم ضخها القلب فوصلت إلى أذنك فسمعت بها الحرام ستسأل عنها وكل قطر الدم ضخها القلب فوصلت إلى يديك فبطشت بها في الحرام ستسأل عنها وكل قطر الدم ضخها القلب فوصلت إلى الرجل فمشيت بها إلى حرام ستسأل عنها ستسأل عن كل هذا وستنطق الجوارح والألقان وتشهد عليك يوم القيامة بما فعلت الله وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء يا الله لو ربنا أحبك هيكرمك آخر قرم آخر قرم بجد يقول جل وعلا كما في الحديث الكتسي للرواب البخاري من عاد لي وريا فقد أذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترطته علي وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبتش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيدنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله تردد عن قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته يقوله صلى الله عليه وسلم كما عنده مسلم إذا أحب الله عبدا نادى يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبك جبريل ثم ينادي في ملائكة السماوات السبعة يا ملائكة السماء إن الله يحب فلانا بإسمك وبإسمك إن الله يحب فلانا فأحبه فأحبوه فتحبك ملائكة السماء ثم يوضع لك القبول في الأرض اسمع بقى الحديث ده لما خرقتش من حلقة دي إيه بالحديث ده كفاية والله حديث روال حاكم بسند صحيح أنا لما بقوله جلدي بأشعر قال صلى الله عليه وسلم والله والله لا يلقي الله حبيبه في النار يا الله لو حبك مش ممكن هتتعزف لو حبك مش ممكن هتخش النار لو حبك هيدخلك الجنة هيسعدك هيخليك تسعد بأربه هيخليك تتلزز بأعظم لزة لذة النظر إلى وجه الله الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة وجوه يومئذ الناظرة إيه السبب إلى ربه ناظرة للذين أحسنوا الحسنة الحسنة لها الجنة وزيادة لها النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى لما سيدنا لما المولى عز وجل أحب سيدنا إبراهيم عليه السلام قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم لما حبه خلنا النار تكون برد طب ما تبقى برد ما برده ممكن يموت لا وسلاما على إبراهيم حتى جاء في بعض الآثار أن النار في الدنيا كلها ظنت أن الأمر جاء إليها فلم ينتفع بشر بالنار في هذا اليوم قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم ولما أحب موسى عليه السلام ألقى عليه محبة منه قال جل وعلا وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عين الله ولما أحب خديجة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أرسل لها جبريل مخصوص كما عند مسلم جاء وقال يا رسول الله هذه خديجة قد أتتك ومعها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب فإذا هي أتتك فأقرئها السلامة من ربها عز وجل يا الله تخيل حضرتك وانت قبل الموت ده حاجات بسيطة وجايلك جبريل عليه السلام بيقولك ربنا بيسلم عليك يعني إحنا وإحنا بنحكي شيء فوق الخيال فقال فقال لها أقرئها من ربها عز وجل السلام ومني يعني ومن جبريل وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا سخب فيه ولا نصب يا الله ولما أحب أبي بن كعب أبي بن كعب والحديث الروم المسلم يأتيه النبي صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب ده يعني سيد كراء حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا الكرآن من أربعة كان من بينهم أبي بن كعب رضي الله عنه ورده من الحديث الروم المسلم فإنما أسلم جيه وطرق على بيت أبي بن كعب فخرج أبي وقال يا رسول الله هل أخبرتني حتى أتيك معقول أنت اللي بتيك لحد عندي فقال له يا أبي إن الله قد أمرني أن أقرأ عليك صورة البينا فسيدنا أبي عارف جاله زهول زي ما حالك كده زهولت كده هو جاله زهول فقال وقد سماني الله لك يعني هو ربنا لما أرسلك جبيل قال لك اقرأ صورة البينا على أبي ولا قال لك على أي صحابي فأنت اخترتني ما هدي منقبة ودي منقبة بس المنقبة الأعلى إن ربنا يأمر النبي والمنقبة اللي أقل منها إن النبي يجيب نفسه من غير إيه ما ربنا يأمره فقال الله سماني لك قال له صلى الله عليه وسلم الله سماك لي إنت بالذات ربنا ذخرك من فوق سبع سماوات وقال لجبريد انزل لمحمد صلى الله عليه وسلم وقل لي وروح يقرأ صورة البينا على أبي بن كعب في رواية أحمد قال أبي بن كعب وقد ذكرت هناك يا رسول الله قال أجل يا أبي وقد ذكرت هناك يا أبي فبكى أبي فقال الصحابة وهل فرحت بذلك يا أبي قال أجل وما الذي يمنعني أن أفرح وقد قال جل وعلا قل بفضل الله وبرحمته كبذلك فليفرحه هو خير مما يجمعون لما حب بلال وسلمان وعلي يعني خل الجنة تشتقلهم كلنا مشتقين للجنة لكن الجنة مشتق الأربعة علي وبلال وسلمان وعمار قال صلى الله عليه وسلم كما عند ترمذية بإسناد صحيح اشتاقت الجنة إلى ثلاث اشتاقت الجنة إلى ثلاث علي وعمار وسلمان وفي رواية الترمذية بسند الحسن قال إن الجنة لا تشتاق إلى ثلاث علي وعمار وبلال اجمع بين روايتين تلاقيهم أربعة علي وعمار وبلال وسلمان جنة الرحمن مشتقلهم تخيل في شيء أكثر من كده والله أعظم من كده لما أحب سعد بن معاذ خل عرشه عرش مالك الملك وملك الملوك جل وعلا يشتاق لقدوم روح سعد فيهتز عرش الرحمن جل جلاله لموت سعد بن معاذ وينزل سبعون ألف ملك سبعون ألف ملك ويشيعون جنازل سعد بن معاذ بل ويضحك الله عز وجل لسعد بن معاذ يوم موت رضي الله عنه أرضاه عاملين بنتكلم عن محبة الله للصحابة ومحبته للنبي صلى الله عليه وسلم ما نفسكش ربنا يحبك طب حب ربنا طيب لي ما أنا بحبه عايزك تزود حبك لله زود جرعة الحب حس بنعم ربنا عليك حس دي ما فيش حد في الدنيا دي حبيبك غيره بدل ما انت بدل ما انت بتبقى فرحان قوي بإن فلان صاحبك ده لما بتقعد معه بتبقى سعيد وان فلانة دي بتبقى سعيد معاها وفيه وسين وعين وصاد حس بالسعادة وانت قعد لوحدك وانت تخلو بحبيك جل وعلا حس بأجمل لحظات حياتك يوم ما ييجي ضغام الليل عشان تقوم وتصف قدميك بين يدي حبيبك جل وعلا وقد نزل نزولا يليك بجلالي وكمالي إلى السماء الدنيا كل ليلة في الثلث الأخير من الليل ونادى على عبادي هل من داعي يدعوني فأجيبه هل من سائر يسألوني فأعطيه هل من مستغفر يستغفروني فأغفر له إلى أن يطلع الصبح حسيت بنعم ربنا عليك قبل كده حسيت بنعم اللي ربنا أسبغها عليك ظاهرة وباطنة وفيه نعم حسيننا كاننا حكرة علينا صحيت من نوم لقيت الجوارح دي بتتحرك طب ما ممكن أن ربنا سبحانه وتعالى يسلوبك هنعمة واحد بيصحى إليه نفسه عزق الله مشلول والتالي بيصحى إليه نفسه أعمى التالي بيصحى نفسه ما بتكلمش ما هذه كلها نعم خبالك ممكن تسلب وممكن تستمر فمزا وانت طالع من بيتك بتشم الهوى الهوى ده مش حكر ده ممكن يمنع عنك الهوى وممكن الهوى ده نفسه يتحول إلى عذاب كما فعله عز وجل في قوم عاد أهلكهم بالريح شوف ديه والأعصير التي تأتي في زمننا ما هي عنا ببعيد تخيل هذا الهوى تشكر ربنا عليه الشمس اللي بتطلع كل يوم وإحنا بلحسبنا أنها حكرة علينا الشمس دي لو قربت سنتيمتر الأرض تولى ولو بعدت سنتيمتر الأرض تتجمد ورغم ذلك يحفظها الله عز وجل كل في فلك يسبحون وفي قراءة كل في فلك يسبحون الكون يسبح بحمد الملك جل وعلا فأين تسبيحك لله وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير يا الله فين أنت من تسبيح ربنا وعبادة ربنا وشكر ربنا وحمد ربنا وطاعة ربنا والبعد عن معصية ربنا سبحانه وتعالى بالله عليك إن وهم اللي لادي توب نصوح لله سبحانه وتعالى أن أنت توب وتبدأ صفحة جديدة مع ربنا سبحانه وتعالى تملأها بطاعة الله واتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم من اللي لادي أنا عبد لله من اللي لادي أنا لست عبدا لا للدرهم ولا الدنار ولا للمنصب ولا للجاه ولا للزوجة ولا للأولاد أنا عبد للواحد القهار جل جلاله ومما زادني فخرا وتيها وكتب أخمصي أطأ الثرية دخولي تحت قولك يا عبادي وأم أرسلت أحمد لي نبيا هل تخيلت إنه أحبك هينجيك من كل أهوالي الأخرة يا الله اليوم اللي هتتزل في القبر اليوم اللي هتلاقي نفسك فيه بين يدي الله سبحانه وتعالى لحظة مرورك على الصراط الميزان تطاير الصحف القنطرة التي يجيب بين الجنة والنار كل هذه الأهوال ينجيك الله عز وجل منها فينعيمك في قبرك ويجعلك في ظل عرش الرحمن يوم القيامة يجعلك تشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم ثم تدخل مع الحبيب المصطفى جنات النعيم التي فيها ما لعنوا نرأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب غشر أسأل الله عز وجل أن يرزقنا حبه وحب من أحبه وحب كل عمل يقربنا إلى حبه وأن يحبنا جل جلاله فينعيمنا ويرضعنا في الدنيا الأخيرة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت